ويمكن زي ما شفته حضراتكم يمكن الأساس اللي بيعتبت بي على الجهاز الفني شفنا كابتن أشرف عواض هي الروح يمكن الروح بتعود أي نقص عددي أو نقص في الفنيات أو نقص في أمور أخرى الروح بتعود هذا الكلام وشفنا الموضوع إزاي ما بين حراس المرمى مين يلعب مين ما يلعبش مش فرقة وكان نتيجة ده أن النهاردة تقلق عبد الرحمن طهى تقلق حمايد الاثنين تقلقوا بشكل كبير في الشوت الأول والثاني خلينا لاحظ مع حضراتكم بعد الملاحظات الشوت الأول انتهى 16-6 الشوت الثاني طبعا بتفوق النادي الأهلي الشوت الثاني انتهى 20-8 لصالح النادي الأهلي إذن النادي الأهلي سجل في الشوت الثاني تهديف أعلى أربع أهداف في الشوت الثاني ولكن دخل فيه هدفين زيادة عن الشوت الأول طيب هل المؤمرة دي يعني دايما أنا قريد بعض التعليقات إنه هل مباراة سموحة يعني بيسألونا يعني هل مباراة سموحة هي معيار أو منخياس إن احنا نقيس بيه أداء الفريق أقولك طبعا المباراة ما بتبقاش مقياس عشان كده احنا جبنا الأرقام بتاعت الدور اللي فات ما اكتفناش بس بأرقام مباراة النهاردة وعشان أطب من السادة المشاهدين احنا تهدفنا أو النسب تهدفنا حوالي 34 هدف في المباراة النسب التهديفية بتاعتنا في 17 مباراة فاتوا في الدور الأول 34 جول أو هدف في المباراة الواحدة وفينا بيخش 24 هدف النسبة التهديف اللي بتخش فينا 24 هدف النهاردة احنا حطين هجوما هجوميا أعلى فرق هدف أو اتنين عن المعدل الطبيعي وطبعا بالنسبة للدفاع احنا محققين أقل بكتير يعني المعدل المتوسط المعدل ليك من أول السنة 24 هدف يخش فيك النهاردة بيخش فيك 16 هدف لا احنا هنا بنتكلم ان الأداء الدفاعي أفضل بكتير فريق سموحة فريق محترم جدا ومكانش يتأهل للستة اللي فوق عايزين نقول حاجة بس عشان نبقى يعني منطقيين مفيش فرقة سهلة يعني سموحة متأهل السادس من الستة ولكن نجح أنه يتأهل سادس من 18 فرقة إذن فريق سموحة فريق جيد والفريق بيضم مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين وجهاز فني محترم فإذن النهاردة انت مباراتك ما تخلص فريق 20 مع سموحة وانت في الستة اللي فوق فإذن ده الحمد الذي يطمننا على الناحية الدفاعية انت الفريق سموحة قال طبعا المبارات القادمة هتبقى أكتر والمبارات اللي بعدها يعني هنبان أكتر الوضع إيه ولكن كبداية احنا مش بعيد عن الأرقام بالعكس احنا دفاعا أقوى هجوما أحسن عن الأرقام اللي فاتت في ظل غياب مجموعة من اللاعبين لسه مذالوا ما اشتركوش معا النقطة التانية اللي عايزة وضحها انه النهاردة فرقيتنا تفوقت بشكل كبير في الهجوم الخاطف والسنطرة السريعة ويمكن ده أحد الحلولة الهجومية اللي بتحللك رغبة اللغراتمات كتير ما تروحش تلعب سيت بلي على فرقة مرصوصة وبتدافع يعني ما تروحش تلعب على ست لعبين وقفلك بيدفعوا بكل قوة وحارس مرمى واقف في مكانه يعني بشكل جيد الهجوم السريعي زي ما حداكم شايفين يعني أنا بتكلمه والصورة بتعبر عن الأداء الهجوم السريع ده كان من خلال الشوت الأول طبعا عندنا عمر خالد كاستيل ونجح بشكل كبير في الهجوم الخاطف عندك كمان أحمد الشامسيسة بس طبعا ده مش هيتم إلا بالدفاع جاي جدا وحارس مرمى بيصد زي حميد زي ما حداك شفته بيصد الكرات اللي طبعا يعني بتبقى شبه كبير جدا محسومة أو بيحاول بشكل أو بآخر إنه يفيد فرقته طيب الحاجة التانية إنه في الناحية الهجومية يمكن إحنا كان عندنا جمل تكتيكية النهاردة يمكن كابتن تاري محروس واضح إنه ما كشفش كل هذه الجمل التكتيكية لأنه عارف كويس قوي المبرامة زاعة وعارف كويس قوي إنه في فرقة أخرى هتعمل سكاوتينج على فرقته بشكل أو بآخر فده طبعا مش هيبقى مفيد فالنهاردة لو لاحظنا هلا من وقت للتالي كان في بعض الجمل الفنية ولكن مش دايما مش كل هجمة كان فيها جملة فنية يمكن الموضوع يعني كان بشكل معين يعني إمكانيات فردية وده المطلوب دفاع جيد وفاست بريك وده المطلوب برضو عشان ما تظهرش أو ما تلقيش بكل أوراقك على الملعب وبرضو في مقارنة سريعة بين مباراة الدور الأول ما بين سموحة يمكن إحنا فوزنا 34-22 زي ما قلت لحضراتكم إحنا النهاردة من فوز 36-16 سجلنا أهداف أكتر ودخل فينا أهداف أقل من هذه الفرقة يبقى إحنا تطورنا أكتر إذا ما أنتم شايفين يعني يمكن دي خمسة واحد وستطاع أن النادي الأهلي يقطع الكرة ويروح يحط فاست بريك وهو ده اللي بنقوله زي ما أنتم شايفين الفاست بريك والدفاع الجيد هو ده كان المفتاح الفوز النهاردة عشان كده المطش ماشي easy game من ناحية النادي الأهلي وشفنا كمان حاجة جيدة لجأة لها الجهاز الفني وهو الروتيشن الجهاز الفني لجأة أنه يقدر يعني يلعب أكبر عدد ممكن من لعبين وعندي ملاحظة هنا وهو أنه تقلق لاشين وطبعا أحد الناشئين ده المساعدين لاشين لاشين من رقم 55 كان في المباراة تقلق بشكل كبير جدا جدا وخلينا أقول لكم أنه عنده ميزة لاشين يمكن في السورة اللي فاتت دي موجود لاشين يمكن عنده ميزة كبيرة جدا أنه بيقدر يهدف من بعيد يعني بيشوت من التسعة مرتاح فطبعا دي حاجة احنا كنا بنفتقدها وده بيفكلك لغرتمات مباراة كتيرة جدا أهمها طبعا المباراة اللي بيكون مع المنافس التقليدي نادي الزمال وزيما أنتوا شايفين يعني الفاصل بريك والكور السريع دي كانت أحد أهم أسباب الفوز النهاردة